اشتركوا في القناة ضيفي كريم تكلمنا في الحلقة السابقة عن عدة قضايا وعشرنا إلى عدة نقاط هامة الآن وصلنا إلى المعاملات المادية المالية مثلا علاقة المسلم مع الآخر في التجارة في الباية في الإيجار في الرهن وإلى غير ذلك من الموضوع كيف نظم الإسلام علاقة المسلم مع الآخر في هذه الأمور لسيما أن الآن نعيش مرحلة العولمة وعولمة السوق وعولمة التجارة كيف يمكن أن نقتبس من هذه الأمور في حياتنا المعاصرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه فعلا شمولية الإسلام في أحكامه لمختلف مظاهر الحياة جعلتنا نفهم الحكم الصرع لهذه المسائل بالضبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي عاش في المدينة وعاش معه يهود خاصة وكان لليهود سوق أو كان في المدينة سوق وهذا السوق يرتاده الجميع ولذلك لحكمة ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد لأمة أن تفهمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج إلى شعير يشتريه من سوق المدينة ولم يكن يملك المال ليسدد الثمن وهو رئيس الدولة ونظروا القائد الأعلى للمسلمين لا يملك ما يسدد به بعض الآصع ثمن مجموعة الصاعات آصع من شعير فاضطر لأن يرهن درعه لباس الحرب وكان بإمكانه أن يذهب عند المسلمين سنرى هذا لماذا لم يذهب إلى المسلمين ولعل هذا كان في آخر العهد المدني فقالوا مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه ما زالت مرهونة عند ذاك اليهودي حتى خلص أبوك الصديق الله عنه يقول الإمام القارافي رحمه الله لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وما أكثرهم ليشتري منهم أو ليشتدين على الأقل ومع هذا التجائل اليهودي يقول أول أمر قال هذا ليشرع لنا جواز المبايع يعني البيع والشراء بين المسلم وغير المسلم وهذا حكم أصلي لا علاقة له بالاضطرار بمعنى يجوز ابتداء أن إذا كان عندنا دكان أو شخص عنده مواد بيحة ولو لم يكن مسلمين فيجوز ابتداء حتى في وجود مسلمين يبيعون تلك السلع يجوز للمسلمين أن يشتري من غير المسلمين الأمر الثاني يقول ليؤكد لنا أن التحفظات الموجودة على أموالهم في نظرنا نحن لا نتحملها نحن قال هو يعلم أن اليهود أكثر ماله من الربا نعم ويتعامل بأشياء محرمة في ديننا كالخمر وغيرهم وغيرهم ومع هذا ما وصل إلى ذلك الشخص من مال حتى ولو كان في نظرة أنا غير مشروع لكن ما دمت أنا لم أباشر أنا لم أبيع الخمر هو الذي بيع الخمر الحرمة ليست في نفس المال وإنما في الصفة التي ينتقل بها المال أو يكتلفها قال فهذا لا يؤثر ويجوز لي أن أتعامل معه مع ما في ماله من شبهات والأمر الثالث الذي ذكره القرافي رحمه الله تعالى لماذا ترك المسلمين واستدانوا من اليهودي قال لألا يحرج المسلمين معروف أن أي واحد من المسلمين لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلك الزاد أو لا يمتلك المال فلما يتبيع مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتنازل عن حقه يقولوا خوضوا بدون ثمن فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرج المسلمين لأجل هذا و يعلم أن اليهودي سيقف لينال حقه كاملا و أيضا ربما أيضا من الحكم أن يشرع التشريع أعظمها التشريع تشريع جواز الاستدانة و تعامل مع غير المسلمين و لو كان مخالفنا في ديننا و أيضا في تقاليد البيع و الشراء و غيرها ضيفي كريم الآن يجوز البيع و الشراء معهم يجوز إجارة يجوز الرهن الاستدانة منهم ذكرتم هذا الحكم العام يعني الآن في تعاملتهم الربوية أو تعاملتهم المحرمة هل بحكم قوتهم و تملكهم السوق نقول الضرورة توبيح المحضورات و نجيزه مثل هذا الأمر هو قبل هذا فقط يعني في الأصل جواز جميع التعاملات مع هؤلاء إلا فوقها متأخر قالوا إلا يسنى من ذلك إما على سبيل الكراهة أو المنع إلا ما فيه إذلال للمسلم و لذلك مثلا كره مالك أن يؤجر المسلم نفسه لغير المسلم أن يؤجر المسلم نفسه لغير المسلم أو أن مثلا مرأة المسلمة يستأجرها غير المسلم لإرضاع ولده فقال هنا لا ينبغي لأن فيه نعم الإذلال المسلم أما غير ذلك فجائز جائز نعم جائز أن يستهدين أو غير ذلك فقط لا ينبغي أن تكون يده عليك معنى نعم الاستعلاء عليك لأن لا يذل المسلم شكرا سيد الفاضل الآن المسلم يعني الكافر أو غير المسلم قد يحدث بينهم حرب وشحناء أثناء الحرب كيف تكون علاقة المسلم مع غير المسلم نعرف أنها ستكون حالة قتال وحالة بغضاء وغيرها ولكن ما هي الجوانب الإنسانية التي تتجلى أو تجلت في العهد النبوي أو نصت عليها نصوص شرعية تظهر أن هناك نوع من العلاقة الإنسانية ومبادئ عامة وقوانين لا يجوز أن نخرمها في هذا الإطار رغم أنه إطار مكهرب وإطار حربي هو الأصل في العلاقات الإنسانية هو السلم الأصل هو حالة السلم وهذا الذي حرص عليه الإسلام وحرص على القرآن الكريم وحرص أن لا يقع نزاع داخل بالمسلمين فيما بينهم أو بين المسلمين وغير المسلمين ولكن إن وقعت إن وقع نزاع فهذا النزاع حدد الشارع الضوابط والآداب التي نحتكم إليها سمعنا فيما قبل أو فيما سبق الآية وَلَا يَجْرِي مَنَّكُمْ شَنَآنْ وَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِيْ أَنْ تَعْتَدُوهُ لأن هناك كان في حالة نزاع ومع هذا كونه يحاربني ما ينبغي أن أخذ حق منه بطرق غير مشروعة أو أن أخذ أكثر مما أخذ مني فالعدل مطلوب في حالة السلم كما في حالة الحرب أكثر من هذا أن الإسلام أخلق الحرب يعني قام بعملة أخلقة الحرب بمعنى الحروب الغالب أنه لما تحصل النزاعات قل ما يتحكم الناس في مبادئهم وعطفهم وعطفهم في مبادئهم وحتى القوانين تدس لكن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الإسلام عموما أعطى المثل الأعلى في التزام المسلم بمبادئه حتى وهو يحارب غيره ولذلك نهى عن المثل نهين عن المثل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما رأى عمه حمزة رضي الله عنه قتيلا وقد مثل به وكأنه هم أن يمثل بي قتل المشركين لاحقا فنهاه القرآن الكريم عن ذلك فانتزم وكان من أداب الإسلام ألا نمثل بقتيل هل مثلا حدثة العورانيين تعد استثناء يعني كي أنه قطع أسلاءهم لا العورانيون غير أو حدثة العورانيين هذا متعلق بالأمور الداخلة في المسلمين هذه مسائل داخلية متعلقة بالبغاة هؤلاء الذين هم المسلمين هم أسلموا هم أسلموا وقوم العورانيين أسلموا ابتداء و لما دخلوا المدينة كأنها كأن جو المدينة لم يناسبهم فأصيبوا بعلا فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى خارج المدينة و يشربوا من ألبان وأبوال الإبل ولكن لما صحوا قتلوا الراعي و أخذوا الإبل و مسوا فهنا هؤلاء الأصل أنهم مسلمون فنزل فيهم قول الله تعالى في سورة المائدة آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم إلى آخر الآية فهذا حكم خاص بمن بغى من المسلمين على المسلمين نعم الآن تكلم عن أخلاقية الحرب و أنه يحافظ عليها مثلا لا يقتل راهب في صوماعته و لا طفل و لا امرأة يعني الحرب مدام هي ستناء و لذلك فكل من ليس له مشاركة فعلية في الحرب فلا يمس بسوء النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة قتيلة في معركة من المعارك فغاضيب صلى الله عليه وسلم و قد أنكر على خالد في الفتح بل و تبرأ أحيانا قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع فلان لما رآه قد أخطأ في تصرفه و هو قائل للجيش فتبرأ من فعله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الصحابي لما تجاوز بمعنى يقول لك و أنت تريد أن تنصر هذا الدين أنصره بطريقة عادلة بطريقة سليمة لا بغي فيها ولا ضر يعني هناك إطار عام ينبغي أن لا تخرج عنك مثلا التزم النبي صلى الله عليه وسلم بالآداب المعروفة مثلا الرسل حتى عندنا حرب بين دولة و دولة الرسل لا يقتل يجب أن توصان الرسل أيضا الأسرة آداب التعاون مع الأسرة الجرحة لا نجهز على القتيل فالضعاف الذين ليس لهم ساهم في الحرب فالحرب هؤلاء لا نتعرض إليهم إلا إذا شاركوا أو ساهموا في الحرب هذه الأخلاق التي أدخلها الإسلام في الحرب حتى المحافظة على البيئة لما يقول لا تحرقوا شجرة لا تفعل كذا لا تفعل كذا كلها لإضفاء الجانب الأخلاقي على الحرب التي قل ما يلتزم فيها المتقاتلون بالأداب لأن كل واحد يريد أن ينجي نفسهم من قتل الآخر ومع هذا في هذه الحالة العصيبة إن صح التعبير أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على مبادئنا في نفس الوقت لما شرع الإسلام حتى في الحرب شرعنا عبادة هي صلاة الحرب يعني وأنتم تواجهون العدو ما ينبغي أن تتركوا العبادة فصرعنا صلاة الحرب يعني ونحن نواجه العدو نصلي بمعنى نحن لا ننتصر إلا بإذن الله عز وجل وإلا بطاعة الله عز وجل وعندئذ نحترز من المعصية والمعصية قد تكون معصية بيننا وبين الله عز وجل أو نخالف تعليمات الشرع في أثناء الحرب كل ذلك يعتبر معصية وربما نحرم النصر إذا خالفنا آداب الشرع ونحن نواجه عدونا ولو كان هذا العدو كافر إذن الآن نفهم من كلامكم يعني أن الأخلاقيات الحرب وأبجديتها ربما الإسلام هو الذي رسخه رسخه وأصل لها وينبغي عدم تجاوزها وعدم الإسراف في القتل وعدم إغدينان فرصة الحرب لإطلاق عنان النفس في القتل والسفك بشتى أنواعه وحتى لا نستثني لا طفل ولا غير ذلك يعني أخلاقية الحرب تبقى مطلوبة ومطالب بها المسلم حتى مع عدوه ضيفي الكريم نواصل ولكن بعد هذا الفاصل إذن مشاهدين الكرام فاصل ونعود ابقوا معنا إذن مشاهدين الكرام ها قد عدنا لنواصل معكم حول هذا الموضوع وحول هذه القضية ضيفي الكريم عندنا أقلية مسلم مسلمين قلة ربما أفضل ما نستنتجه هو المسلمين في العهد المكي أو ربما العهد المكي كان هناك اضطهاد وتكالب نذهب إلى إطار آخر إطار الجغرافي آخر والذي هو في الحبسة المسلمين كانوا كأقلية في الحبسة الآن عندنا مسلمين كأقلية في دول أو في أوروبية وغيرها كيف ينبغي لهؤلاء المسلمين أن يعيشوا وما هي الضوابط العامة التي تطبط طريقة عيشهم في هذا الضرف بسم الله الرحمن الرحيم فعلا النموذج الأول للأقليات الإسلامية في أوساط غير مسلمة تمثل في مكة أولا ثم في الحبسة نموذج الحبسة وباطلاعنا على أوضاع المسلمين في الحبسة أولا هم كانوا صفوة كانوا صفوة وكانوا منظمين كان عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت عندهم حرية واسعة جدا في تطبيق وتنفيذ الشعائر الدينية بنسبة له وأيضا حماية قانونية لأنهم دخلوا تحت حماية النجاشي هذا الأمر يمكن أن نستصحبه إلى حالة الأقليات الإسلامية الموجودة اليوم في الغرب نقول بأن هؤلاء الأصل أنهم ملتزمون أو يلتزمون بأخلاق الإسلام بمبادئ الإسلام الحلال والحرام بمعنى خاصة على مستوى المعاملة لأن هؤلاء يمثلون رسل الإسلام أو المسلمين إلى تلك الدول وفعلا لو أن هؤلاء كل واحد فيهم كل واحد يعيش مع الغرب أو وسط الغرب قد يكون عندهم دين أو لا دين لكن مسلم يعيش في هذا الوسط هو الغريب فلو أن المسلمين التزموا بأخلاق الإسلام في الصدق في الوفاء في الحب في التسامح الدين هذا يقول حتى البسمة صدقة إفشاء السلام إفشاء السلام الحفاظ على الوقت الحفاظ على البيئة كل هذه الأشياء من مبادئ الإسلام لما أكون مثالا في هذا الأمر فأكيد أني سأغري باقية الناس لأن على الأقل يعرف ما هذا الدين وهذا ما حصل على مدج أخرى نعم ما هذا الدين الذي يدعو إلى هذا الأخلاق الحميدة بخلاف ما ما نسمع عن كثير من الحالات أن أبناء المسلمين يمتهنون السرقة والغصب وغيرها من الأخلاق المشينة هذه شوهت لإسلام من الأسف الشديد لذلك أهل الحبشة كانوا نموذجا صالحا وسليما للمسلم الغريب الضيف بمعنى نحن ضيوف عندهم أنت لما تهاجر إلى بلاد الغرب إلى بريطانيا إلى أمريكا إلى أي بلد من بلاد الغرب فأنت ضيف نقوله عدنا أني تخلي بلاستك نقير نعم صحيح ولذلك فالأصل أن الضيف يحافظ على موضع الاستضعافة لا يشويهه وهذا بالتزامه لأحكام الشرع في المعاملة خاصة يكون نموذجا صحيح وإيجابي للمسلم الإيجابي يمكن تعترض حياته بعض الاستناءات نحن إذا كان هذه الاستناءات موجودة حتى في الدول الإسلامية الآن حتى في الدول ما التقييدات الإسلامية توجد هناك حالات ما يسمى ب فساد الزمان ما عم من فساد لا قبل للمسلمي بدفعه ما تعلق بمعاملة الرباوية أشياء مخلة بالحياة أشياء كثيرة جدا توجد حتى بلاد المسلمين فيسعى المسلم لأن يكون طاهرا نظيفا ما تعلق بالمعاملات يمكن تكون عند هؤلاء استثناءات خاصة الآن نلاحظ أن المسلم هذا يكون سفير في الإسلام في بلاد الغير هذا هو الضابط الأول لذلك ذكرت قضية أنه ضيف بعض المرات لا يكون ضيف يكون ابن البلد ودخل الإسلام مثلا نجد بعض الفرنسيين الأصين أو الألماني أو غيرهم يعني هو أصلا ألماني ولكنه دخل الإسلام الآن هؤلاء عندهم عندهم آباءهم لازلوا على دين المصرانية كيف يتعاملون مع ضرفهم يعني بالعكس هذا هذا أفضل رسول لهؤلاء عندما يكون عندك مسلم مسلم من أصول ألمانية أو من أصول أمريكية أو من أصول فرنسية وغير ذلك هذا يكون أدعى للقبول لعائلاته ولأقاربه بمعنى أنه أعرف الناس بعرف البلد وأعرف الناس بلغة البلد وأعرف الناس بتقاليد البلد فيمكن أن إذا التزم الإسلام السليم الصحيح المعتد يمكن أن يكون رسولا لبقية قومه ضيفك أمريك إلى إلى آخر سؤال في هذا الموضوع وهو عن ممارسة الشعائر لغير المسلمين هل لغير المسلمين أن يمارسوا شعائرهم هل لهم أن يبنوا كنائس جديدة هل أن يبقوا على كنائسهم وهو تعلم أنت الجدل الفقهي حول هذه القضايا نريد مزيد من التوضيح لا سيما أننا لكم بحث حول هذا الموضوع تحت عنوان ممارسة الشعائر لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي بين المبدأ والممارسة شكرا صحيح هذه المسألة تناولها الفقهاء قديما مسألة البلاد المسلمين التي غالبيتها مسلمة وتوجد بعض الطوائف فنعلم أن الإسلام أقر إما أهل الذمة وإما المستأمنين وبالتالي فمن كان له دين مثل يهود أو النصارى ويوجد مع المسلمين فمن حقه كما جاء في دستور المدينة من حقه أن يمارس دينه وأن يمارس الشعائر دينه وإحنا رأينا حتى الزوجة لما تكون الزوجة يهودية أو نصرانية زوجة المسلم هذه إذا كانت عندها شعائر فلها أن تفعلها حتى في بيت زوجها المسلم إذا كان في دينها مثلا يبيح لها شرب الخمر نعم له أن يمنعها أم ليس فقط لا ما يكونش في الظهر لكن هي النبي السلام كان يعلم أن اليهود يشربون الخمر ويتعاون معهم ويأكلون ما نراه نحن حراما لكن فقط هذا لا يكون على وجه إظهار ما نراه نحن معصيا لأن هذا تشجيع لهم أما فعلها في بيوتهم فهذا لا نمنع لا نلزمهم بما لم يقتنعوا به نحن قلنا هؤلاء هم أهل دعوة بمعنى أم الدعوة و الآن في الشعائر نحتلم قدائم في الشعائر هل لهم مثلا أن يبنوا كنائس تنظموا حياتهم الدينية شوف هذه المسألة فيها كلام فيقي قديم هناك من يقول نبقي على كنائسهم موجودة نبقي على كنائس موجودة هناك من يقول لا إذا احتاجوا إلى كنيسة وهم بحسب النمو الديمغرافي لهم أن يبنوا لهم أن يبنوا وهم جزء من المواطنين ونحن عنا الشيء معاصر الآن وهو ينبغي أن تراع معروف في العلاقات الدولية مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ المعاملة بالمثل بمعنى إذا كان دولة إسلامية عندها علاقة مع دولة أخرى وهذه الدولة الإسلامية فيها بعض رعاية تلك الدولة مثلا وأنت عندك أيضا رعاية في الدولة الأخرى فإذا أردت أن رعاياك يبنوا مسجد هناك فليس من الحكمة أن تمنع رعاية تلك الدولة أن يبنوا كنيسة مثلا أقول هذا مع أنه قل ما يطرح لكن هذا مبدأ التعامل بالمثل هذا مبدأ شرعي الآن يجب أن تعترف أنك تعيش مع الآخر وأن بعض المسلمين هم تحت كنف هذا الآخر بمعنى أن المسلمين لا يعيشون وحدهم لا يعيشون وحدهم وبعض الأحكام الفقهية التي ذكرها الفقه قديما هي ليس أحكام شرعية بمعنى ليست أحكام شرعية ليس لنا أن نحيد عنها أو أن نفسرها أو نسألها من أين لكم هذا وإنما هي أحكام معللة بزمانهم ومكانهم وعندئذ فلا منع من أن نقول بأقوال مثلا أظن عند أبن القاسم أو أكد المالكية الذي قال به يمكن أن تبنى وكان أجديد مثلا حتى لو كان هذا القول قال به بعض الفقهاء لا منع أن نقول به باعتبار أنه الأنسب في زماننا لأن العلاقات تغيرت وفلسفة الدول الآن لم تعد هي التي كانت في الزمان الماضي الآن صار حق المواطنة ورعاية الدول الأخرى يقتضي هذه الأمور الآن ضيفي الكريم بعض الأمر يجب أن في هذا الموضوع في هذه النقطة بالذات أن تنبه على قضية تقليد غير المسلم يعني لماذا الشريعة نهت عن ذلك وما هي ضوابط هذا التقليد مثلا بعض الأحيات التي تدل على ربما يعني يفهم منها غير المسلم أن فيها بث للكراهية بين المسلم وغيره مثلا إذا مررتهم بطريق فاضطرهم إلى أضيقه يعني في المنع إلزام أهل كتاب أن يلبسوا لباس خاص ومعين فيه نوع من الذلة يعني كيف نجيب عن هذه الأمور ما تعلق بالتقليد التقليد أنواع لا شك لا شك أن التقليد في المسائل الدينية هذا ما يلقى بالمسلم لأننا أمة نحمل كل معاني الأمة من التمييز من القوة بل نحن القدوة فنحن مفرض أن نجعل من أنفسنا أهلا لأن يقتدي بنا غيرنا لا أن نقتدي نحن بالغير ولذلك فالتقليد ظاهرة سلبية ظاهرة سلبية اللهم إلا في المواطن التي لا يعاب فيها التقليد نحن عن الاقتباس الحضاري بدل التقليد الأعمى نقول الاقتباس الحضاري بمعنى فيه أشياء لا تنسب لي فلان طريقة البناء وسائل النقل وسائل علمية هذه لا تنسب لي إلى فلان أو إلى ملة فهذه أشياء مشتركة بين البشرية لا يقال بأن هذه طائرة ولا سيارة سيارة كافرة لا دين لها وعندئذن هذه لما يستغلها المسلم بل كان الأحرى بالمسلم أنه هو الذي يسبق إلى ابتكارها وصناعتها فلما صنعها الغير لا معنى أن ينتفع بها أما ما تعلق بالأمور الدينية هذا نعم هذا يقبح بالمسلم أن يقلد غيره نقل في الأخلاق الفاضلة يعني يجوز هذا هو بل يجب أنا لماذا أقول أقتدي به أنا هذا الشيء موجود عندي في ديني أي شيء فاضل عند كافر لا يوجد في ديني له أصل عندنا في الإسلام نتحدى هذا نتحدى أن يوجد شيء يمتاز به غير المسلم وهذا الشيء غير موجود في ديني ما ورد من أحاديث أو آيات الثل على إلزامهم الظلة وغيرها في أي إطار يمكن أن ندرجها ظلمات ليس هناك أحاديث أنا شبت هذا الأقوال لم تنقل لنا كتب السنة أو كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر قريباً من اليهود كان يلزمهم الطريق الضيق من ناحي العملي لذلك الجانب العملي والذي هو السيرة هو الذي يخرج الإجمال في تلك الأحاديث إن صحت مع أن أشك في صيحة تلك الأحاديث نراجع ربما مسألة الآن قضية إلزامهم بلبس معين هذا كيف نفس الشيء ليس هناك ليس هناك نص يمنعهم هذا قول بعض الفقهاء قلت هذا قول فقهي ظرفي بمعنى قيل في ظروف معينة ظروف معينة قيل هذا القول قال ببعض الفقهاء فيمكن كان في ذلك الوقت لا يشكل مشكلة لكن بعد ذلك الأمور تغيرت فهذا ليس حكماً شرعياً ثابتاً حتى يقال به بمعنى يقول مصلحياً حسب المصلحة التي قضيتها أو ظرفياً هو حتى العلاقات بالمسلمين أشياء كانت موجودة والآن اندثرت الأشياء كانت مقبولة والآن لم تعد مقبولة وهناك أشياء لم تكن مقبولة أنا أصبحت مقبولة فهذا التطور الاجتماعي يراعى يعني في يراعى يراعى وبالتالي ف مثلاً مسألة القيام للقادم أو كذا هذه مسائل وكانت موجودة بعض المجتمعات مجتمع يراعها ومجتمع لا يراعيها حسب العرف فهذه تترك للأعراف وتترك للأوقات ضيف الكريم إلى هنا أتينا إلى نهاية هذه الحلقة وهذا الموضوع وأظن أن أغلب الإشكالات المطروحة هذا الموضوع قد طرحنا عليكم وقد أجبتم إجابة شافية و وفية بارك الله فيكم و سدد خطاكم هل من كلمة أخيرة تقولها ربما للمشاهد الكريم أو لقناة الأنيس من نصيحة وتوصية أولا نشكركم مرة ثانية على هذه الاسضافة ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الحلقات نافعة للمسلمين و لغير المسلمين لأننا نتوجه بخطابنا إلى الناس جميعا ليفهموا هذا الإسلام العظيم و يفهموا عن هذا الرسول الكريم العظيم صلى الله عليه وآله وسلم و نريد أن نجلي كثيرا من الخفايا التي خفت علينا من حكمته و من فطناته صلى الله عليه وسلم مما تعلق بأمور الناس و المجتمع و نسأل الله تعالى من جديد أن يغفرنا و لكم و أن يوفقنا للخير كله و الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك أستاذ إذن إلى هنا مشاهدين الكرام أتينا إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في ضرف جديد و مع موضوع جديد و قضية جديدة و مع ضيف جديد أيضا إلى ذلك من الحين نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة مع قناة الأنيس السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة